مرحلة حاسمة يعيشها الليبيون في ظل ترقب تشكيل حكومة جديدة ومصير الحكومة الحالية ووسط هذا الترقب يواصل رئيس الوزراء المكلف فتح بشاغة مشاوراته لتشكيل حكومة توفقية بعدما عاد رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري عن تصريحات أيد فيها تكريف بشاغة ليعتبر الأمر إجراء غير سليم فهل توسع هذه المواقف الأخيرة دائرة الخلافات الليبية وما حظوظ التوافق في ليبيا من تبرق معنا الليلة المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي فتحي المريمي وستفتحي أهلا بك معنا دائما في غرفة الأخبار يعني كنا اعتقدنا أنه مسار تشكيل الحكومة سيكون سهلا عندما أيد سابقا خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة تكليف فتح بشاغة لأي أسباب بداية أستاذ فتحي المريمي يتراجع المشري عن دعمه مرحبا أهلا وسهلا بك سيدة الكريمة وبالسادة والسيدات متتبعي قناتكم المؤقرة التراجع يعني هذا طبعا وضع والله سبب لدى السيد خالد المشري ولكن في كل الأحوال نحن أمام إجراءات رسمية المجلس الأعلى للدولة قام بتسكية السيد فتحي باشا آخا رئيسا للحكومة الليبية وعلي ضوءها تم انتخابه من مجلس النواب لأن في الشروط ضروري من تسكية المجلس الأعلى للدولة وتسكية مجلس النواب المجلس الأعلى للدولة قام أكثر من خمسين عضو بتسكية السيد فتحي باشا آخا هذا الإجراء يعتبر صحيح وأحيل من قبل مقرر المجلس الأعلى للدولة أما التصريحات والبيانات هذه كلها تعتبر آراء وأفكار ولكنها ليست رسمية بالمعنى الإجرائي الإجراءات لم يكن تتمكن من الجلسة وتتمكن من المراسلة سيد فتحي أعذرني على المقاطعة خلينا أغوص أكثر في مقال المشري يعني في رسالة واضحة وجاهها المشري عندما قال أنه قرار مجلس النواب تكليف رئيس الحكومة قبل عقد جلسة رسمية للمجلس الأعلى للدولة والبت في هذا الشأن إجراء غير سليم وهو يضيف إلى ذلك ويقول هذا الأمر لا يساعد في بناء جسور الثقة بين المجلسين الأمر الذي يجعلنا وسيد فتحي نتساءل الآن إلى أين يقبل المشهد الليبي اليوم نحن بانتظار تشكيل حكومة كيف يمكن لهذه الحكومة أن تتشكل في ظل هذا الخلاف في ظل هذا الانقسام نعم أنت تعرفي سيدتي الكريمة بأن هناك يعني العديد من الضغوطات على السيد رئيس المجلس الأعلى للدولة وكذلك على المجلس الأعلى للدولة وعلى بعض الشخصيات وحتى على مجلس النواب للعلم يعني ولكن نحن أمام اتخاذ خطوات وإجراءات متفق عليها نحن عندما اتفقنا مع المجلس الأعلى للدولة اتفقنا على أن ضرورة عدد من أعضاء مجلس النواب لا يقل عن عدد معين للعرفة ولكن العدد الذي أتى بالتسكية هو أكثر من العدد المتفق عليه في التسكية لرئيس الحكومة فقام عدد من أعضاء مجلس الأعلى للدولة بتسكية السيد فتح باشا آغا وكان عددهم أكثر كما قلت نكي من خمسين عضوا وأحيلت بشكل رسمي برسالة رسمية من المجلس الأعلى للدولة ووصلت مجلس النواب وعلى ضوئها تم اختيار السيد فتح باشا آغا رئيسا للحكومة من مجلس النواب يعني الإجراءات المطلوبة ووفق الصياق المتفق عليه والمتبع تم أما الآن نتيجة مثلا مواقف معينة والضغوطات معينة يعني يتم تصريحات مثل هكذا تصريحات هذا شيء آخر ولكن نحن أمام إجراءات وأمام اتفاق وأمام مرحلة ضرورة وأن نكونوا سريعين جدا حتى في اتخاذ الإجراءات هلأ بدأت التجلل ربما نتائج هذا التجلل تماما لأنه أقول أنه بدأ يتجلل يمكن ما يأتي وراء هذا الاتفاق لأنه ما قالته المستشارة الأممية ستيفاني وليامز اليوم التقيت رئيس البرلمان وأحاطني علما بخطة المجلس والألية التي سيتبعها لمنح الثقة للحكومة وكأنه المسار أستاذ فتحي قد بدأ وأنه التوافق ممكن في هذه المرحلة ما رأيك؟ لا لا هو كما قلت لك هي من ناحية رسمية ما بين الأجسام الليبية سواء كان مجلس رئاسي أو مجلس على الدولة أو مجلس نواب أو حتى أجسام أخرى يعني معنية بالأمر هذه كلها بينها اتفاق وبينها ترتبات ولكن نتيجة القرارات التي تصدر والاختيارات التي تحدث تحدث نوع من المظاهرات نوع من البيانات غيرها هؤلاء المسؤولين يريدون أن يتعاملون معها احتراما لمن هم أصدروا بيانا أعطوا رأيا أو قالوا كلمة أو غيرها ولكن في كل الأحوال الإجراءات المتفق عليها تتم خطوة بخطوة حتى الآن كل الإجراءات التي اتخذت صحيحة سواء وفق القانون أو وفق الإعلان الدستوري أو وفق الاتفاقات التي تمت ما بين مجلس النواب والأجسام الأخرى في كل الأحوال الأمور بدأت تقترب من بعض الآن السيد فتح باشا آغا يجرد تصاراته هنا وهناك ويجتمع هنا وهناك من أجل عرض التشكيلة الوزرية ومن ثم بالدفع بها إلى مجلس النواب إلى إعطائها الثقة واحتمادها في جلسة رسمية قد تكون يوم الاثنين القادم وقد تكون بعد أيام من الاثنين القادم عندما ينتهي السيد فتح باشا آغا من اتصالاته ومن ترتباته في تشكيل التشكيلة الوزرية هنا مجلس النواب سيجتمع ويعطي الثقة والاحتماد لهذه الحكومة أما من يرفض لا يريد أن يسلم وغيرها نحن في دولة فيها إعلان دستوري وفيها قوانين وفيها قضاء وفيها كل شيء هناك يعني ممكن تتخذ إزراءات أخرى في حالة من لا يريد أن يسلم أو من يريد أن يعكر الصفو في ليبيا أو من يريد أن يخلط الأوراق هذه دولة ودولة لديها القضايا والمشاكل الكثيرة وبالتالي لا تحتمل خلط الأوراق والقضايا من هنا وهناك سنكون متابعة لهذه الاستحققات وكيف يمكن أيضا إقناع سيدة بابا اللي هو سيخرج يوم الخميس بحسب ما أعلن للإعلان عن خطة المرحلة المقبلة شكرا جزيلا لك أستاذ فتحي فتحي المريمي المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي وحدثنا الليلة من تبرق ترجمة نانسي قنقر